تحركات دبلوماسية حثيفة جرت في الساعة القليلة الماضية لتأجيل تصويت مجلس الأمن على مسودة قرار أعدتها القاهرة وتطالبه بوقف بناء المستوطنة الإسرائيلية في الواجهة يوجد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو المعلومات تشير إلى أن الرئيس المصري استجاب إلى طلب تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر حديث تم بين دبلوماسيين إسرائيليين ومصريين التأجيل يأتي في ضوء دعوة كل من دونالد ترامب وبن يمين نتنياهو البيت الأبيض لاستخدام حق النقد الفيتو ضد مشروع القرار المصري وسط مخاوف لدى الرجلين من تخل الرئيس المنتهي ولايته باراك أوباما عن الحماية الدبلوماسية الأمريكية طويلة لأمد لإسرائيل في الأمم المتحدة ومعروف أن واشنطن كانت قد صوتت بالنقد على مشروع قرار مشابه في 2011 لكن العلاقة بين أوباما ونتنياهو شابه نوع من التوتر المزمن بين الرجلين مشروع القرار المصري المؤجل يطالب بوقف فوري وكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية كما يبدل قرار قلقا شديدا من أن استمرار النشاط الاستيطاني يعرض للخطر الشديد للحل القائم على أساس الدولتين ترجمة نانسي قنقر